مشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وطبعاً لما بنتكلم عن نايد الحب وعن الرومانسية أول حاجة بتيجي في بالنا الشموع الشموع دايماً هي رمض الرومانسية وأي اتنين بيحبوا بعض ممكن يتعاشوا على ضوء الشموع ممكن يعودوا مع بعض يتكلموا على ضوء الشموع الشموع حاجة مهمة جداً في الحب النهاردة معينا أحدث وآخر تصميمات للشموع هنشوف تصميمات كتيرة جداً معمولة كلها هند ميد وأفكار مبتكرة مع مصميمة الشموع أسماء حسين زاكي أسماء صباح الحبيب الحمد لله كل سلامة طيبة حدريك طيبة أسماء احنا شايفين يعني عدد كبير من الشموع تصميمات كتيرة جداً كلمين عن شغلك بالشموع انتي في البداية انت اللي بتصنعي الشمع من الأول احنا بنشتغل في البيت بيكون الشمع جاي من الأول خالص خام كده أه لغاية ما بيوصل للنتيجة لحدك شايفة انتي اللي بتعملي والحد بيساعدك لا أنا بس انتي اللي بتعملي طيب قوليلي إيه الخامات اللي بتستعمليها وعندك وإيه الأدوات اللي بتستخدم في صناعة الشمع هو الشمع أنواع الأول فاحنا بناخد فيه نوع اسمه أموك فيه نوع اسمه العمرية بيبقى درجات زي درجة أولى ودرجة تانية يعني أنا باخد بشتغل بشمع الأموك بنحتاج استنباض بنحتاج أكسيسورز علي طيب ما يطلع بقى بشكل النهائي ده طيب إيه المواد اللي بتستخدميها برضو تانية بعد ما الشمع بتتعملي كذا شكل يعني من الشمع وعندك كذا حجم برضو قوليلي الخامات اللي بتستعمليها على الشمع عشان تعملي الديكور بتاع الشمع فيه حاجات احنا شايفين ب Current and فيه حاجات انت شغليها Hann Daral وفيه حاجات متضوعة وفيه حاجات ملونة علي أقول لي فيه يعني فيه شغلة عليه طبعا فيه شغلة بنحتحت علي اكسيسورز إيهنا اللي بعمله ممكن نحط عليه عجين سراميد برضو فيه جليتر حاجات ده برضو بتخلي بتغير شكل الشمع يعني ما بتتعمل كلها تبقى شكلها واحد بتختلف بقى لما بنحط عليه الحاجات أنت اللي بتصممي كل حاجة أنت بتعمل الديزاين للشمع وبتصناية من الأول للأي طيب ليلي بدأت من إمتى في تصنيها الشموع أوه مش من كتير يعني ممكن ست شهور بجأت؟ طيب جأت لك الفكرة من إيه؟ هو أنا بحب الشمع وبحب هذبين كمان ريحته بتبقى حلوة لما بتنور بتبقى ريحته جميلة وتحطي حاجة كمان جوه لشان يبقى فيه الشمع المفرقة بتحط جوه لالتي كاندل في منها معطرة الشمع العيدي اللي هو بالفتيل بيبقى معطرة نفسه بنعطرة بنحط عليه زيوت عطرية عشان لما ينور يبقى شكله شكله حلوة لأريحة كويسة تمام قولي الأفكار بتجيلك منين أفكار الديزاين بتاعت الشمع هي بعد المبخلص الشمعية كل مناسبة هي التي بتوحيلك نعمل الديزاين نحط بقى كلمة حب وسور رومانسية عيد الأم بيختلف طبعا بنحط حاجات للأم رأس السنة بيبقى شغل كريسماس أو شغل كريسماس فكل مناسبة بيبقى ليه هي اللي بتوحيلك التصميم هيطلع عامل ازاي طب قوليلي بتشتغلي شمع بس ولا بتشتغلي أكسسورات كمان هو أنا بشتغلي أكسسورات على الشمع لكن أكسسورز الوحدة هلأ الوحدة هلأ لا أنا بحب أشتغل للشمع بس طيب قوليلي من البداية من أول المادة الخامة بتبقى معاك لحد ما بتطلع بالشكل اللي احنا شايفين وبترد دي وقت قد إيه بس هي الشمعية لوحدها علشان بتطلع كده هي بتاخد وقت إنها هي تنشف بس تنشف قد إيه ممكن ست ساعات مثلا ست ساعات أو حسب حجمها طبعا لو كبيرة تعمل شمع شمع ولا مثلا بتعملي كذا حاجة مع بعض لو كذا حاجة في نفس الحجمة ممكن أو نفس اللون فممكن نعملها مرة واحدة لو حاجة مختلفة مثلا الأبيض جري الأفويت فبستاني دي تتعمل وبعنا نعمل اسبانية بس أنا شايفة فيه كذا حجم وكذا شكل فممكن تعملي كذا حاجة مع بعض قصدي كذا حاجة مع بعض لو نفس الحجمة أو ممكن نعمل كذا حاجة مع بعض لكن لو مختلفين ما ينفعش مع بعض أو نفس اللون أو نفس الريحة لا ما ينفعش بتاخد ست ساعات تنشف تقريبا مثل الأبيض السياحي الشمع بنسياحه في حمام ميا بعدين بنحط عليه مادة تصلبه بعدين بعد ما بيخلص خالص بيسيح بنحط عليه زيوت العطرية وبعدين سبوا بقى في السطنباط في السطنباط أو يتعب التنشف وبعدين انت بقى انت مجهزة لديزاين وتشتغلي عليه نحدد بقى ده هيتحط عليه أكسيسورز هيتحط عليه طباعة بتختلف بقى بياخد منك مجهود كبير كل حكا سعبة بس لما كني حبيها مش هتتعبين هتحس ان الشغل فيها ممتع طب قل لي ما فكرتش تدخلي معارض بالشام؟ لا منزل معارض فعلا مع رابطة مصممي الأشغال يدوية في السكندرية بس هي معارضهم كلها بصراحة بيتعبوا عشان طيب قل لي الفترة اللي جاية بتفكري التوارف في ايه في الشام؟ يعني نفسك تعملي ايه جديد؟ قل لي افكار كتير بس يعني اصلا اشتغلت بكل حاجة يعني حطيت نحيس حطيت جلود اشتغلت خيش عليه فمش عارفة جديد ايه بالظبط بس لسا هفكر بأكيد في حاجة جديدة طب قل لي احنا زينا نتكلم على الشامع اللي معانا هنبدأ من اليمين هنبدأ بأول حاجة بالشامع البيضة دي اللي فيها اللي فيها نجوم فيها ستار انتين فراغاها ازاي قل لي اللي اشتغلت عليها ازاي؟ هي شامع عادية خالص طنبة مربعها دي بعد ما بتخلص بقى فيه مثلا شكل نجمة معدن بنسخنه على النار وبنبتدي نحطه فبيتفرغ مكانها وبعد كي نحط عليه الكليتر بقى اي اكسسورز او اي رسم حواليه وثاني واحدة اللي هي البينج هي زي مج صغير ها على صحيح المج اه حاسينا عليها قلوب يعني حاجة شو من الفلانتين بتنفع في قوة الاطفال برضو بحاجات بسيطة انت اه ده بيبقى زي زي الفوم كده فوم على الكليتر منقصه بشكل معين طيبو ذي؟ ده بوكسو صغير كده مربع برضو عليها لوف حبيت ادخل السنة دي الفوم مع الكليتر ده بيدي اصلا شكل حلو تحسي الحاجة فيها فرحة كده او ليه فيها فرحة دي زيها برضو كدبع لها بحبك ايوه بحبك واللون مختلف يعني دي لونها اصفر شوية هي لونها اصفر في بعض الاشخاص بيتفضل الابيض في الوفويت فيه بتفضل الاصفر فيه ناس بتحب الاحمر فكل واحد بيحب لون معين وبنعمله طيب انت بدي في اللون ده على المادنة الخيم ولا بيبقى جايلك كزا لون من الشمع هو اللون بيبقى بودر بنحطه بعد ما الشمع يسيح بيتوزع ازاي كويس عشان ما يبقىش حتة صفرة وحطة بيضة لا لا بتسبيع النار شوية هو بيكون سبغة فبيكون قوي يعني بتحطي حتة صغيرة قوي فبتدي اللون اللي انت عايزة تنتشر في ثانية فبنحطه على النار بعد ما الشمع يسيح دقتين كده بيسيح كله بيدي بقى الدرجة شايفين الشمعة اللي بعدها انت برضو متكلة فيها شوية دي عليها او خمسة وخميسة الكف وفيها خرزة زرقة كلنا بنحبها ما فيش حد ما بيحبش الكف يكون موجود عنده على اي حاجة يعني برضو فيها ابتكار مش مختلفة عن باقي الشمع اللي موجود دي جديدة بقى دي الفلانتاين ورد ورد وهبي فلانتاين وحاجات حمراء فانا حبيت ادكى الورد على الشمعة مع برضو الدلية شكلها بيبقى حلو منها الشمع ومنها بوكيل ورد اللي احنا عايزين نجيبها نجيب دي واحدا نوفرها بتتباعي صورة ازاي على الشمع هو ده ستيكر شفيف بيت لزب او بتتباعي عليه تباعه وبعد كده بتحتي عليه نوع معين من الستيكر مخصص للشمع بالزبط كان واللي بعدها برضو يعني تقريبا برضو بالفوم نفس فكرة وده برضو وليلي وفي واحدة وارا مكتوب عليها يعني حاجات كتير ده مكتوب عليها شعر بحبك بكل نحظة حياتي مظبوط كلام حلو يعني برضو الشمع كهدية اللي هتعبر عن الشاعر ممكن مش قديم نقولها كلام انتي مش قادرة تقوليه فممكن تبعد تكتبيه على شمع منها هدايا تبقى حلوة وجديدة منها قلت اللي انتي عايزة تقوليه كم بتبقى ذكرى جميلة اكيد قوليلي بتلاقي قبل من الناس ان هي تشتري شمع مش قوي يعني احنا لسه في مصر برضو عندنا حتة مش فاهمين وقوي او في ناس كتير بتفكر تجيب ده بتزيب بوكس وفي نفس الوقت برضو في نفس الوقت الا لو حد رومانسي قوي يعني ممكن يفكر في شامع في ناس فهمة وعارفة ان ده حاجة قيمة ورومانسية وفي ناس لا مش بتفهم اصلا ان وجود الشمع لسه منتشارش قوي في مصرين اكيد ممكن كمان الشمع متبقاش هدايا لوحدها يعني ممكن نتهمل بوكس كبيرة بالزبت كم فيها مثلا شم كذا واحدة ونحط فيها ورد مجفف ممكن نحط ورد مجفف ممكن معاها ده بدوب برضو الشيء أساسي في الفالنتاين ومعايا برضو بكيل ورد فها تبقى هدية جميلة يعني اه متكاملة يعني ما يبقاش فيها حاجة ناقصة وليلي المعارض اللي دخلتيها مفكرتوش تعمله معارض برا يعني علشان تعرضي شغلك ما يبقاش بس فنت قاهرة هو انا اصلا في اسكندرية معارض تبقى في اسكندرية هي رئيسة الربطة أستاذ نرمين عبيدة بصراحة هي ايمة كل حاجة قادرة عليها يعني بتتعب جدا بتحاول تعملينا معارض فعلا بس لسه برضو الربطة بقى لها سنة فبتحاول يعني ربنا بتعملينا بعد كده معارض برا يا ربي بنتمنى ان شاء الله شغل اللي احنا شايفينه وأكيد ان شاء الله سيبقى عندك افكار كتير تانية انك تعريدي شغلك في كل مكان في العالم وبشكرك على وجودك معنا النهاردة وبشكرك على مجهودك اللي عملتيه علشان تخلي اي اتنين في عيد الحب مبسطين وبيعباروا عن حبهم لبعض اسماء حسين وصومنت الشموع شكرا جزيلا لك شكرا مشاهدينا خلص فقرتنا وخلص كمان يومنا كله كل سنة وانتوا طيبين ونتمنى لكم عيد حب سعيد وزي ما احنا قولنا نبعد عن العند شوية ونفكر ازاي نبسط ونسعد بعض في عيد الحب ومرة تانية بنعزي اسر الشهداء واحنا فعلا فعلا مش نسينهم بس حبينا ان احنا اليوم النهاردة يكون مختلف ونخرج كلنا من حالة الحزن اللي احنا فيها كل سنة وانتوا طيبين ونبك ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد ونهاركم دايما سعيد موسيقى موسيقى موسيقى